موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم اعلن في العاصمة نوكشوط عن بدء العطلة السنوية لعضاء حكومة الوزير الاول الموريتاني احياء الحدمين فيما يطرح التساؤل بشأن وجهة الوزراء في عطلتهم السنوية في ظل اختيار العديد منهم لقضاء عطلته خارج البلاد ويتوزع عضاء الحكومة الى فريقين يقضي كل منهما عطلة لمدة 15 يوما يخلفه الفريق الثاني في فترة غيابه ندد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في بيان صادر عنه بما سماه تصامم النظام الموريتاني المستمر توجاه ما قال انها مساع هادفة لاطلاق حوار وطني جاد ومسؤول قادر على اخراج البلاد مما يعتبرها الحزب وزملائه في المنتدى ازمات متعددة الجوانب تعيشها موريتانيا ويأتي بيان حزب حاتم بعد ايام من عقد المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة مؤتمرا صحفيا نكد فيه استعداده لما سماه الحوار السياسي الجاد ناقش باحثون في ندوة بنو اكشوت كتاب موريتانيا واشكال اللغة والهوية وهو كتاب صادر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوذ الاستراتيجية الندوة شارك فيها عدد من الكتاب والباحثين الى جانب بعض الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني اخيرا في هذا الموجز صادق مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها على مشروع قانون خاص بالنظام الاساسي للعقدويين ووكلاء الدولة ويقول وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي والمحمد خونة ان القانون الجديد سيضمن تنظيم وتسير مختلف العاملين بالوظيفة العمومية يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة موجزون اخباري بحول الله دمتم في امان الله